الموقف اللي انا احكيه ده حكاها واحد اسم يوسف انا احكي الموقف على اساس ان انا اللي حصل لي الموقف علشان كده هيبقى انا اسم يوسف تول الفيديو اتعرفت على واحدة وكل الناس كانت بتقول عليها دجالة او بعض الناس كانوا بيصنفوها شيخة كانت واحدة ستة وانا كانت معرفتي بها ضقيلة شوية ولكن كنت اعرفها زي بقية المنطقة يعني المهم ان هي وعدتني انها تديني كتاب انا كنت بطلبه بلح عليه بقى لي فترة كتاب اسمه علم الكهان في تحضير عظيم الجاني المهم ان انا وقتها كنت في عدادي فما كنتش اعرف الكتاب ده بيعمل ايه او بيخصاص و ايه او ممكن يئزيني او ما يئزنيش ولكن كنت عايز امتلك الكتاب بشكل او باخر لاني كنت محب عالم الاراية في الجو ده المهم جيلي يوم فعلا اللي ادتني فيه الكتاب ويومها انا ابتديت بشكل هستيري ان انا عايز اقرى الكتاب عايز اعرف بيتكلم عن ايه عايز اعرف الكتاب ده محتوياته ايه مع الوقت ابتديت افر في الكتاب لحد ما وصلت النقطة الكتاب كان بيتكلم فيها عن تحضير الجن نفسه بعيدا بقى عن كل الكلام اللي كان مكتوب في الاول انا اصلا ما كنتش فاهم منه حاجة الكتاب في النص ابتدي يعرض صور وابتدي يعرض رسومات لاشكال عاملة زي مربعات اكس او بس كان في النص حروف ابجادية معكوصة للقرآن ما كنتش فاهم وما كنتش مدرك الموضوع ده بيتكلم عن ايه لحد ما عدى اليوم ده وابتدي اليوم التاني اليوم ده انا نمت فيه ساعة سبعة المغرب وللأسف انا قمت الساعة تلاتة الفجر وانا حاسس ان انا ما نمتش اصلا عارف لما تنام عشر ديائق وتحس ان انت ما نمتش انا ده اللي حصلي بس حصلي في عدد ساعات كبير جدا من سبعة المغرب لتلاتة الفجر انا حاسس ان انا ما عملتش اي حاجة بعدها على طول ابتدت الغباوة فعلا كنت رام على السرير ولقيت حاجة تهبت جنبي على السرير افتكرت في الاول انه اخويا وانه هو على طول بيحب يهزر معايا نفس الهزار ده بس لما بصيت على السرير او لفت وش عشان اشوف ايه اللي تهبت جنبي على السرير مكانش فيه اي حاجة السرير كان فاضي تماما كان الغطة تقيل وكأن فيه حاجة فوقيه فلما ابتدت اشد الغطة واحس بهوا سخن حواليه عرفت انه فيه حاجة تقريبا فوق السرير او فوق الغطة انا مش هايفها وقتها نفسيتي كانت في الارض وربطت على طول ان اللي بيحصل ده كان بيحصل بسبب الكتاب اليوم اللي بعده ما حصلش اي حاجة لكن اليوم اللي بعده كنت قاعد في قطي وانا قطي كانت مفتوحة على الصالة فانا شايف ايه اللي بيحصل في الصالة كان اخويا قاعد في الصالة بيتنطط على الكنبة بتاعت الصالة فكنت عمال ازعق له او عالي صوتي علشان ما يعملش كده خايف عليه انه ممكن يقع بس لما ابتدت ازعق وصوتي يعلى لف وشه 180 درجة اخويا كان وشه حرفيا عند افاة انا كنت قاعد في القوضة بموت من الخوف حرفيا انا ما كنتش قادرة تلم على نفسي اليوم اللي بعد كده كنت نازل فانسيت الموبايل بتاعي في القوضة فاندهت اخويا مصطفى الصغير علشان يدخل جبل التليفون من جوا المهم ان هو دخل وقعد غاب حوالي 3-4 دقايه وده ما كانش المفروض يحصل لقوضة قريبة جدا من باب الشق معددتش لحظاته وابتديت اسمع صراخ هستيري اخويا مصطفى كان بيصرخ بهستيريا فعلا قلعت الشيوز بسرعة ودخلت اجري على القوضة جوا لقيت واقف متصمر في مكانه عمال يعايد بشكل هستيري مساكته قلت له في ايه يابني ايه اللي بيحصل لقيته بيقول لي هو بعيطه منهار انه شاف واحد قاعد على السرير بنفس هيقتي اللي بقعد فيها قاعد رفع رجل والنزل رجل ورافع ايده وراه النفس القاعدة بالضبط اللي انا بعوده على السرير وكان وشه كله دم مصطفى اخويا الصغير عنده 9 سنين فانه هو يحكي حاجة زي دي ما كانتش سهلة ابدا او حاجة ممكن عقل ويصورها بعدها على طول ابتدت رواية من روايات قوية ان هو يقول لي على فكرة قطك فيها مشكلة او على فكرة قطك انا ما بحبهاش كان دايما بيقولها بهزار لكن معرفش انه كان بيقولها بجد وهو من جواه حاسس ان فيه حاجة غريبة في القوضة لدرجة اني كنت ساعد بنزل اخرج مع صحابي وارجع عليه قافل باب القوضة فلما اسأله انت بتعمل كده ليه يقول لي انا ما بحبش باب قطك يبقى مفتوح وفي يوم جالنا واحد صاحب بابا يقعد معنا في البيت فطول قعدتنا واحنا عادين في البيت الراجل صاحب بابا قاعد على كنبة في وش القوضة بتاعتي فكان قاعد مركز جدا مع القوضة كل شوية بص لها انا نفسي كنت قاعد معهم علشان ابويا دايما كان بيحب ان انا ابقى قاعد في قاعدات مع صحابه كان بيكبرني بشكل ابو اخر لما كنت قاعد كنت ملاحظ ان صاحب بابا دايما مركز مع باب القوضة بتاعتي دايما عمالي بص عليها فانا كنت بقول لي يمكن مش عاجب الديكور يمكن عاجب الديكور ايا كان يعني لكن واحنا عادين لقيته بيقول لي بابا يا دي قوضة مين فلقى بابا بيقول له دي قوضة يوسف فالمهم راح بصصلي وما تكلمش وما عملش اي حاجة لكن بعد كده ابتديت اعرف ان هو اتفق مع بابا ان هو ايجي يقرأ قرآن في البيت وبالذات على قطي ما كانش بيحصل اي حاجة وما كنتش عارف وبيعمل كده ليه بس انا كنت رابط بشكل او باخر انه ابتدي يشوف حاجات من لنا واخويا الصغار بتدينا نشوفه بعدها بايام واحد صاحبي كان قاعد عندي في البيت فحكيت له يعني بشكل طفيف كده عن اللي كان بيحصل لي فقاعد يتاري او يقول لي عم ده عفري التعبان المشكلة ان هو للأسف قال الجملة بالنص ده عفري التعبان بعدها هو اقسم انه حتى بانتهاش من قول الجملة ولاقى حد بضربه القوة جدا في ظهره ودرجة انه تنفض من ورا لقدام صاحبي بعدها ساب البيت وروح وقاعد يحكي لي ان هو كان النور قطع عنده فترة طويلة جدا وطول ما النور قطع هو بيقول لي انا عم لا تخيل حاجات وشوف حاجات جايز عقل وتخيل ده جايز هو شاف ده بسبب اللي حصل عندي في البيت لكن انا الى الان قطي محدش بيدخلها اخويا بطل يدخل قطي ابويا بطل يدخل قطي قطي بقت مقفولة طول ما انا مش موجود في البيت وبقى بشكلة او باخر قطة يوسف بقى فيها حاجة احنا مش عارفنا وإلى الان ما انتهتش لاني الى الان بحس ان في حد قاعد معايا في القوضة بحس ان اخويا لما بيحاول يدخل القوضة بيخاف وبيقول لي انه خايف يدخل القوضة خايف من الشكل اللي شافه على السريري من فترة وخايف من المنظر اللي شافه ده انه يتكرر تاني وإلى الان تجربتي مع كتاب علم الكهان في تحضير عظيم الجان ما كانتش تجربة سهلة قبل بكده تكون القصة خلصت اتمنى يكون الفيديو عجبكم مش القصة لان القصة حقيقية زي ما قلنا والعهد على الراوي طبعا ولكن انا حبيت اقول في النهاية انه كل اسبوع هينزل فيديو بالنفس الشكل ده كده ابعتونا قصص حقيقية حصلت لكم ابعتونا مواقف علشان نقدر نوثقها بفيديو ونقول للناس ونوعي الناس انه مش بس الكتب بيبقى فيه وراها مشاكل في الحلقات اللي جاية هبين لكم انه مش بس الكتب اللي بيجي وراها مشاكل حاجات تانية احنا بنعملها تقريبا كل يوم وبركات تانية احنا بنعملها تشكر شكرا جزيلا